السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلابنا الأعزاء طلاب الصف الحادي عشر علمي ونجدد لقاءنا في درس جديد من دروس مادة الكيمياء وهو الدرس الثالث من الوحدة الخامسة تحت عنوان التفاعلات العضوية الجزء الثاني يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية حصة اليوم أن تكون قادرا على أن تكتب تفاعلات الاستبدال لهالدات الألكايل وأيضا أن تكتب تفاعلات الحذف لهالدات الألكايل ومن ثم تقارن بين تفاعل الاستبدال وتفاعل الحذف لهالدات الألكايل في البداية فلنستذكر ما هي هالدات الألكايل جميعنا نعلم أن عناصر الهالوجينات ترتبط برابطة أحادية مع ذرة أخرى مثل الهايدروجين وبسبب هذا التشابه بين سلوك الهايدروجين والهالوجين تستطيع الهالوجينات أن تحل محل الهايدروجين في الألكانات فالألكانات التي حلت فيها ذرة هالوجين أو أكثر محل ذرة هايدروجين واحدة أو أكثر وهي مركبات مشبعة جميع روابطها أحادية تسمى بهاليدات الألكايل أو الألكانات الهالوجينية سندرس اليوم التفاعلات التي تحدث على مركبات هاليدات الألكايل التفاعل الأول وهو تفاعل الاستبدال أو ما يعرف بالإحلال حيث يتم استبدال ذرة الهالوجين من هاليدات الألكايل بمجموعة وظيفية من مادة متفاعلة أخرى أما التفاعل الثاني وهو تفاعل الحذف والذي يحدث عند تفاعل هاليد الألكايل مع قاعدة قوية في وسط قحولي فإنه يتم حذف أيون الهالوجين السالب وأيون الهيدروجين الموجب ويتكون الألكين من هاليد الألكايل فلندرس أولا تفاعل الاستبدال أو ما يعرف بالإحلال لهاليدات الألكايل في تفاعلات استبدال هاليدات الألكايل يتم استبدال ذرة هالوجين بمجموعة وظيفية تأتي من مادة متفاعلة أخرى من شروط هذا التفاعل وجود حرارة وتكثيف في وسط ماء ينتج عن هذا الاستبدال ناتج أولي وناتج ثانوي واحد يحتوي على ذرة الهالوجين التي انتزعت فلنقم بحل مثال على ذلك عند تفاعل هاليد الألكايل وهو هناك مثال 2 إبرومو إبروبان مع مادة متفاعلة أخرى تحتوي على مجموعة وظيفية مثل هيدروكسيد الصوديوم N-A-O-H يتم التفاعل عند شروط معينة وهي الحرارة والتكثيف في وسط ماء يتم استبدال ذرة الهالوجين من هاليد الألكايل حيث يتم هنا استبدال ذرة البروم بالمجموعة الوظيفية من المادة المتفاعلة الأخرى وهي هنا مجموعة الهيدروكسيل من هيدروكسيد الصوديوم فينتج لدينا مجموعة وظيفية جديدة وهي الكحول نين بروبانول وهو الناتج الأولي وناتج ثانوي يحتوي على ذرة الهالوجين التي انتزعت وهي هنا بروميد الصوديوم فلنقم بحل سؤال من الكتاب المدرسي على تفاعل الاستبدال لهاليدات الألكايل سؤال رقم واحد وستون صفحة مائة وتسعة عشر فرع A والذي ينص على ما الصيغ البنائية المكثفة لنواتج تفاعل واحد إكلورو بنتان؟ حيث طلب منا في هذا الفرع من السؤال تفاعل الاستبدال لواحد كلورو بنتان مع هيدروكسيد الصوديوم N-A-O-H يتكون واحد كلورو بنتان من خمس ذرات كربون وجميع الروابط أحادية وعند الكربون رقم واحد يوجد ذرة كلور يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم في وجود حرارة وتكثيف في وسط مائي تشروط لحدوث عملية الاستبدال فيتم استبدال ذرة الكلور من واحد كلورو بنتان هاليد الألكايل بمجموعة الهايدروكسيل من المادة المتفاعلة الأخرى وهي هيدروكسيد الصوديوم فينتج لدينا مركب كحولي بنتانول كناتج أولي وكلوريد الصوديوم الذي يحتوي على ذرة الكلور التي انتزعت مع أيون الصوديوم من المادة المتفاعلة الأخرى هذه الطريقة تسمى بالصيغة البنائية لكن طلب منا في السؤال كتابتها بالصيغة المكثفة فنكتبها بطريقة مكثفة من خلال جمع التفرعات حول كل ذرة كربون فالصيغة المكثفة لواحد كلورو بنتان هي تتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم في وجود شروط التفاعل ينتج لدينا بنتانول بصيغة مكثفة وهي CH3, CH2, 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 CH2OH مع كلوريد الصوديوم سندرس الآن التفاعل الثاني لتفاعلات هاليدات الألكايل وهو تفاعل الحذف حيث يتفاعل هاليد الألكايل مع قاعدة قوية في وسط كحوله يتم من خلال ذلك حذف ذرة الهالوجين الأيون السالب من هاليد الألكايل وحذف ذرة الهيدروجين الأيون الموجب المرتبطة بذرة الكربون المجاورة لذرة الكربون المرتبطة بالهالوجين من هاليد الألكايل فيتكون موقعي ارتباط يكوناء الرابطة الثنائية تتفاعل ذرة الهالوجين مع الايون السالب للقاعدة القوية ويكون هاليد الفلز وتتفاعل ذرة الهايدروجين مع الايون السالب للقاعدة القوية OH- لتكوين الماء فلنقم بحل مثال على تفاعلات الحذف لهاليدات الالكايل عند تفاعل اتنين برومو بروبان كمثال على هاليد الالكايل مع قاعدة قوية مثل هيدروكسيد الصوديوم NAOH في وجود حرارة في وسط كحولي كشروط لحدوث تفاعل الحذف يتم نزع الهالوجين الايون السالب من هاليد الالكايل وهو هنا البرومو والذي يتفاعل مع الايون الموجب من القاعدة القوية ايون الصوديوم فينتج بروميد الصوديوم ويتم نزع ايون الهايدروجين الايون الموجب من الكربون المجاورة للكربون المرتبطة بالهالوجين والتي تتفاعل مع الايون السالب من القاعدة القوية وهو هنا ايون الهايدروكسيد فيتكون الماء اما بالنسبة للناتج الاولي بعد نزع منه ايون الهالوجين وايون الهايدروجين فلقد تكون عليه موقعي ارتباط وهذين الموقعين يكون الرابط الثنائية الالكين وهو هنا البرومين وكنواتج ثانوية يتكون لدينا ناتجين ثانويين وهو هاليد الفليز وهو هنا بروميد الصوديوم والناتج الثانوي الاخر الماء وعند النظر الى التفاعل نلاحظ انه تحول هاليد الالكايل من مركب مشبع الى الكين مركب غير مشبع فلنقم بحل تدريب على تفاعلات الحذف لهاليدات الالكايل وذلك من خلال حل سؤال رقم 61 من الكتاب المدرسي صفحة 119 فرع B والذي ينص على مصيغ البنائية المكثفة لنواتج تفاعل واحد كلورو بنتان حيث طلب منا في هذا الفرع من السؤال كتابة تفاعل الحذف لواحد كلورو بنتان مع هيدروكسيد الصوديوم يتكون واحد كلورو بنتان كما قلنا من خمس ذرات كربون جميع روابطه احادية وعند الكربون رقم واحد يوجد ذرة كلور يتفاعل مع قاعدة قوية وهي هيدروكسيد الصوديوم في وجود حرارة في وسط كحولي كشروط لحدوث تفاعل الحذف فيتكون الالكين وهو هنا البنتين نتيجة نزع الهالوجين الايون السالب وهو هنا الكلور منها ليد الالكايل ونزع الهايدروجين الايون الموجب من الكربون المجاورة للكربون المتصلة بالهالوجين فيتكون كناتج اول البنتين على صيغة الالكين وينتج ايضا كلوريد الصوديوم نتيجة تفاعل الهالوجين الايون السالب وهو هنا الكلور الذي انتزع مع الايون الموجب من القاعدة القوية هيدروكسيد الصوديوم وينتج ايضا لدينا الماء نتيجة تفاعل الهايدروجين الايون الموجب الذي انتزع مع الايون السالب من القاعدة القوية هيدروكسيد الصوديوم حيث ينتج كلوريد الصوديوم والماء كنواتج ثانوية وهذه الطريقة تسمى بالصيغة البنائية لكن طلب منا في السؤال كتابتها بالصيغة المكثفة فنكتبها بطريقة مكثفة من خلال جمع التفرعات حول كل ذرة كربون فالصيغة المكثفة لواحد كلوروبينتان هي CH3, CH2, 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 CL تتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم في وجود شروط التفاعل فينتج لدينا البنتين بصيغة مكثفة وهي CH3, CH2, CH2, CH, CH2 وكلوريد الصوديوم وماء والآن بعد أن درسنا تفاعل الاستبدال وتفاعل الحذف لهاليدات الألكايل فلنقم بعمل مقارنة بينهما لدينا مركب إبرومو إيثان كمثال على هاليد الألكايل سيحدث له تفاعلين وهما تفاعل الاستبدال أو الإحلال وتفاعل الحذف فعند حدوث تفاعل الاستبدال مع هيدروكسيد الصوديوم في وجود حرارة وتكثيف في وسط ماء كشروط لحدوث التفاعل يتم استبدال الهالوجين بمجموعة الهايدروكسيل من هيدروكسيد الصوديوم فينتج لدينا كناتج أولي كحول وهو هنا الإيثانول وينتج أيضا هاليد الفلز كناتج ثانوي وهو هنا بروميد الصوديوم حيث ينتج من هذا التفاعل ناتج أولي وناتج ثانوي واحد وعند حدوث تفاعل الحذف مع هيدروكسيد الصوديوم في وجود حرارة في وسط كحولي كشروط لحدوث تفاعل الحذف يتم نزع الهالوجين الأيون السالب والهايدروجين الأيون الموجب من الكربون المجاورة للكربون المتصلة بالهالوجين فيتكون الألكين كناتج أولي وهو هنا الإيثين وهاليد الفلز ن اي بي آر كناتج ثانوي وأيضا ما كناتج ثانوي آخر حيث يتكون من هذا التفاعل ناتج أولي وناتجان ثانويان وكما نلاحظ فإن هاليد الألقايل مشبع لأن جميع روابطه أحادية فينتج عنه من تفاعل الاستبدال كحول وهو مركب مشبع بروابطه الأحادية وعند تفاعله بالحذف ينتج الكين وهو مركب غير مشبع لاحتوائه على روابط ثنائية لاحظنا من الأمثلة السابقة التي درسناها سواء كان تفاعل استبدال هاليدات الألقايل أم حذف هاليدات الألقايل بدأنا بالمتفاعلات نفسها لكن اختلفنا في النواتج فهل نستطيع تفضيل أحد التفاعلين على الآخر سواء الاستبدال أو الحذف في كثير من الحالات يحدث كلا التفاعلين الاستبدال والحذف وتكون النواتج عبارة عن مخلوط لكلا التفاعلين أما الآن لدينا سؤال للمناقشة من الكتاب المدرسي صفحة تسعة وتسعون والذي ينص على ما المتغيرات التي تؤدي إلى أن يكون أحد تفاعلي الاستبدال أو الحذف مفضلاً على الآخر؟ الجواب أن هناك عوامل مؤثرة على التفاعلات وهي تركيب هاليد الألكايل ودرجة الحرارة التي يحدث عندها التفاعل وهذه العوامل التي تؤدي إلى أن يكون أحد تفاعلي الاستبدال أو الحذف مفضلاً عن الآخر والآن مع نهاية حصة اليوم فلنقم بحل تدريب وهو سؤال موضوعي والذي ينص على أي العبارات الآتية تصف تفاعل واحد كلوروبيوتان مع هيدروكسيد الصوديوم بالتسخين في وسط كحولي بالشكل الصحيح نلاحظ من التفاعل ومن شروطه أن التفاعل هو تفاعل حذف لهاليدات الألكايل فيتم حذف الهالوجين من هاليد الألكايل والهايدروجين من الكربون المجاورة للكربون المتصلة بالهالوجين فينتج لدينا كناتج أولي الألكين وناتجان فرعيان وهما كلوريد الصوديوم نتيجة تفاعل الكلور الذي أنتزع مع آيون الصوديوم وينتج أيضا الماء نتيجة تفاعل الهايدروجين الذي أنتزع مع آيون الهايدروكسيد فبالتالي الجواب هنا فرع دي مع نهاية حصة اليوم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح دمتم في حفظ الرحمن ورعايته دمت في حفظ الرحمن ورعايته